البدعة لفظ اليوم يخاف منه كثير من الناس ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يحذر الصحابة رضوان الله عليهم من البدعة فيقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل جمعة تقريبا كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المهم فلماذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعة كل جمعة مع أن البدعة لم تكن موجودة ليش اليوم أنت تخاف من هذه اللفظة؟ تدري ليش؟ لأن اليوم تعتقد أن إطلاق هذه اللفظة يقتضي المفارقة والفرقان يقتضي الحكم على الناس يقتضي النزاع يقتضي المشاق كل هذه الأشياء نعم هي من لوازم الحكم بالبدعة على الأشخاص بداية لازم تعرف البدعة حتى لا تقع أنت فيها حتى لا تدين الله عز وجل فيها هذه البدعة يجب أن تفهمها حتى أنت ما تعبد الله عز وجل بشيء لا يحبه بشيء هو من أعظم الضلالات وشر الأمور محدثاتها يقول صلى الله عليه وسلم ما هي البدعة؟ البدعة باختصار هي كل قربة كل عمل عبادة تتعبد الله عز وجل به تتقرب إلى الله عز وجل به ترجو الله والدار الآخرة به ترجو الثواب فالعمل الذي يكون على هذا المنوال هذه الصفة هو تعبد هو عبادة لا يجوز أن تتعبد الله عز وجل إلا بنص ولهذا نقول العبادات توقيفية العبادات محرمة إلا بنص بخلاف أمور الدنيا فإنها مباحة إلا بنص لازم تفهم هذه القاعدة حتى لا تقع في تحريم ما أحلى الله فيما يتعلق في الدنيا أو تشريع ما لم يشرعه الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من التعبد ما لم يأذن به الله فالمهم لا بد أن تعرف هذه البدعة حتى أنت ما تعبد الله عز وجل على جهل وعلى ظلال النبي صلى الله عليه وسلم وضح فقال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا سواء كنت أنت ممن أحدثه أو أحدثه لك غيرك هو بدعة بالنهاية ولا يجوز التعبد بها بقي أن يقال ما هو لوازم الحكم على هذا الشيء بأنه بدعة هل يقتضي أن أفارق المبتدع أن أحكم على المبتدع أن يكون هناك ني هذا أمر آخر كثير من الناس ينظرون إلى ممارسات خاطئة في هذا الباب فيحكمون على أن هذا الشيء يلزم منه هذه الصورة المخالفة للسنة لا خطأ لا بد أن نعرف الطريقة الصحيحة في معاملة من يقع في البدع وهذه إن شاء الله في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله